جماعة طبعا من اللصوص إرهابيين قطاع الطرق صرقين فأسهل شيء يلا نستخدم الدين فالدين هو الهوية هو الختم والعلام اللي فينا ننفذ مقاربنا وفينا ننجو يعني نسئلنا ما هو الدين يعني الدين بيطلب هكذا والنتيجة عم بيقتله الأبرياء ومثل ما سمعنا طبعا الحادث الأخير اللي صارت في لندن على الجسر لندن بريج مكان سياحي مجهور جدا والسؤال يعني شو المنفعة اللي انت استفدت منها وفرضا خلاص وصلت للقناعة غيرت الغرب وغيرت الدنيا وعملتهم مثلا للديان الإسلامية أيعقل انك تبني دياني على أساسات هشة على تهديد على وعيد طب اللي وعدك وبعدين خلاص يقولك أنا بدي عيش بسلام فهو صار مسلم ويمكن ابنه أو ابن ابنه ما بيعرف انه مثلا آباؤه مثلا من سنين في مذبحة الأرمن أو من سنين مثلا السريان أو من سنين سنين في شمال أفريقيا بلد كلها مسيحي كان الدم إلى الركب أو في الشرق الأوسط يعني اختار يعني وبعدين الأغرب انه بيعتبروها دفاع عن النفس كيف تهجم على أبرياء وتقول دفاع عن النفس بدك تهاجم هاجم ثكنة عسكرية أو هاجم الأشخاص اللي بيحاربوك أما مسيحيين بيعبدوا الله وبيكرموا الله ومسالمين وحتى مش بس بيغفروا لك من بعد ما بتعمل كل هذه الأعمال يعني أنا زهلت من المصريين عم بيقدموا الغفران للقاتلين فأي قيم وأي أخلاقيات عم تتبع اليوم موسيقى موسيقى موسيقى